أسرار لا تعرفها عن كوكب الزهرة أغربها اليوم وأطول من السنة على الرغم من أن كوكب الزهرة ليس هو الكوكب الأقرب إلى الشمس إلا أنه لا يزال الأكثر سخونة بين كواكب النظام الشمسي كما أن لديه جو سميك مليء بثاني أكسيد الكاربون والغازات الدفيئة والغيوم المصنوع من حمض الكبرتيك ولعل هذا السبب حرارته فيحبس الغاز الحرارة ويحافظ على درجة اشتعال كوكب الزهرة حيث يكون الجو حار جداً على الكوكب فالمعادة مثل غصاص تكون بلقة من السائل المدار كوكب الزهرة هو كوكب النشط للغاية ولديه جبال مبراكين ومشابه لحزم الأرض إلا أن الأرض أكبر قليلاً ومن الأسرار المهمة عن هذا الكوكب أولاً الزهرة ليس من الكوكب الغازية ولكنه من النوع الصخري ثاني كوكب الزهرة يدور في الاتجاه المعاكس للغاية ومعظم التواقب الأخرى ثالث لا يستمر اليوم على كوكب الزهرة 243 يوماً من أيام الأرض تعد سنة على كوكب الزهرة بمثالة 225 يوماً للأرض لأن يومه أطول من سنته وذلك لأنه قريب جداً من الشمس فيمر عامه بسرعة خامساً كوكب الزهرة هو الكوكب الثاني من الشمس هذا يعني أنه قارض والأرض ومن الأفضل للزهرة سادساً لا يمتلك كوكب الزهرة أي أخضار مثل كوكب أطار كذلك على خلاف بارد الكواتب الشمسية سابعة الزهرة معروفة مثل الرسول القديمة لأنه ينكر رؤيتها بسهولة دون تلسكوب ثامنة تشرق الشمس وتغيب مرة واحدة كل يوم على كوكب الزهرة لكن على كوكب الزهرة تشرق الشمس كل مئة وسبعة عشر يوماً من أيام الأرض وهذا يعني أن الشمس تشرق مرتين خلال كل عام على كوكب الزهرة ترجمة نانسي قنقر